تلعب الغدة الدرقية دورا كبيرا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي فحدود أي اختلال وظيف لهذه الغدة الصمة يعني تعطو الوظائي في أعضاء الجسم ويمكن علاج هرمونات الغدة الدرقية الغير النشطة باتباع أسلوب حياة صحية أو استخدام مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية سوف نتعرف إياكم على أهمها بالإضافة إلى بعض المعلومات الغذائية المهمة يساعد تناول العسل على تحفيز إفراز هرمونات الغدة الدرقية لذا فإن تناوله بشكل منتظم قد يحقق توازل هرمونات في الجسم نظر الاحتواء العسل على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكساذة التي تعمل لإزالة السموم من الجسم وبالتالي المساعدة على تخفيف مشاكل الغدة الدرقية كما أن العسل العضوي يحتوي على السكر بشكل طبيعي مما يوفر طاقة لازمة للجسم لذا فحرص على تناول ملعقة كبيرة من العسل يوميا قبل الإفطار يساعد استخدام خلي التفاع في علاج العديد من الحالات الصحية مثل ارتفاع الكوليسيرول وارتفاع تغطي الدم وعلاج قصور الغدة الدرقية حيث يساعد خلي التفاع للسعادة التوازن الحمضي وإزالة السموم من الجسم وتحسين عمل التمثيل الغذائي كما يمكن إضافة العسل عليه من أجل المزيد من فعالية العلاج وطريقة الاستخدام تكون من خلال إضافة ملعقتين صغيرتين من خلي التفاع إلى الماء الذافئ ويخلط جيدا ويستارك الخليط وهو لا يزال دافئا يعد الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قصور الغدة الدرقية نظرا لأنه غني بالزينج والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكساذة وهو ما قد يحس من وظائف الغدة الدرقية ويمكن الاستفادة من الزنجبيل عن طريق إضافة شرائح الزنجبيل للطازج إلى أطباق الطعامة أو عن طريق إهداد الشاي الزنجبيل بالعسل أما طريقة تحضير الشاي الزنجبيل بالعسل تكون من خلال إضافة شرائح الزنجبيل إلى الماء ويطرق الزنجبيل المنقوع في الماء لمدة خمس دقائق تقريبا ثم تضاف ملعقة صغيرة من العسل إليها ويقلب جيدا ثم يشربه ولا يزال دافئا يحتوي زيت جوز الهند على أحمد دونيا مما قد يساعد تحسين وظائف الغدة الدرقية كما أنه يساعد لتحسين عمل التمتيل الغذائي وتوليد الطاقة للجسم وللاستفادة من فوائذه الصحية فإنه بإمكانك إضافة ملعقة صغيرتين من زيت جوز الهند للطهي يوميا يتميز زيت السمك باحتواء على أحمد أوميغا 3 الدونيا والتي تلعب دورا حيوي في تقليل التهابات ورفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم لذا فإن استخدام زيت السمك قد يساعد في علاج خمول الغدة الدرقية إذا كانت ناتج عن استجابة المناع الداتية ولكن يجب تجنب استخدامه في حالة تناول أدوة سيولة الدم أو في حالة المعاناة من اضطرابات النزيفة لذا فإنه يوصى باستشارة الطبيب قبل الاستخدام وبالموازات مع ذلك يجب تجنب بعض العطيمة خلال علاج مشاكل خمول الغدة الدرقية وهي كالتالي الخضروات الصالبية مثل القرنبيض والبروكلي لأنها تحد من امتصاص الغدة الدرقية لعنصر اليوذ الذي يشكل أساسا في عملها على الوجه الصحيح وخاصة إذا كان الشخص يعاني من نقص مستوى اليوذ في الجسم الكلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير وغيره وذلك لأن الكثير من الأشخاص المصابون بخمول الغدة الدرقية يعانون من مرض سيلياك المتمثل بحساسية الأشخاص تجاه بروتين الكلوتين ومع ذلك يجب استشارة الطبيب حول هذا الأمر وتحديد ما إذا كان بالإمكان تناول مششقات الكلوتين الأطعمة الغنية بالدهون كالزفدة واللحوم والأطعمة المقلية لأنها تحد من امتصاص الجسم لأدوية الغدة الدرقية وكذلك قد تؤثر في إنتاج الغدة الدرقية لهرمونتها الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالسكريات لأن خمول الغدة الدرقية يسبب بطءا في عملية الأيضة وعليه فإن تناول الأطعمة السكرية يعرض الشخص لمضاعفة زيادة الوزن الأطعمة الجاهزة وذلك لاحتواء على انسب عالية من الصوديوم فالمصابون بخمول الغدة الدرقية معرضون لارتفاع دغط الدم والصوديوم يزيد الخطر ذاتها وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن متابعة وإلى لقاء